نهاردة هرجع لكم تاني للسوبر المصر هنروح ونيجي كده بس عشان ايه ألملكم كل اللي حصل النهاردة النهاردة منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مدربه مصطفى لطفي عملوا فوز كبير ورائع جدا على فريق غاني بنتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفرعنة ببطولة الأمم الأفريقية اللي بتقام في الغرداء في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري منتخب المصر المنتخب الغاني عمل أداء رائع جدا المنتخب النهاردة بقيادة حسان بولو بالمناسبة حسان بولو جاب حت الجول النهاردة ينهر أبيض ينهر أبيض جول من الستة الجول حلوة حلاوة لو الجول معنا جماعة يريتني عرضه بص الجمال الحاليس بيرفع بيعمل أسست بص بحسان بولو بيعمل ايه ينهر أبيض ده كرة شاطئية من حاجات اللي بنتفرج عليها في الفيديوهات في علعاب كده فيديو جيم كده بتبقى كرة شاطئية بيعملوا الحركات دي بزرارة معينة يعني ها حسان بولو تمام هو لعيب مصري بس تحسه برازيلي أصلي ده شغل البرازيليين بس يعني البرازيليين بس اللي بيعملوا كده في الكرة الشاطئية ما شاء الله يعني على الحالة البدنية والجهزية بتاعت حسان بولو حسان بولو كان معاه ديف هنا من فترة رائبة وقالت تصريحات مهمة جدا قاله انه هو قادر ان نلعب في الدوري المصري عادي بشكل طبيعي دوري المصري العادي يعني بتاعنا بتاع الكرة وناس كتيرها شافت اللقاء ده وشافت الفيديو علاعت على الكلام ده كلمه بشكل إيجابي عن حسان بولو انه هو أحسن من كتير من مهاجمين فيه الدوري المصري لعب رائع جدا مميز جدا وبحب فيه إسراره وروحه وحماسه دايما وجهزيته طول الوقت راجل لا يأس لا يهبط طول الوقت عنده طموحات طول الوقت عنده أحلامه طول الوقت عنده بصراحة نجاحات